اشتركوا في القناة وبعدين بنشوف مثلا لو عنده امراض مزمنة بياخد دواء معين يمنع التبرع نشوف لو بياخد مضاد دحاوي عنده اي مشكلة صحية ونشوف هو ينفع يتبرع او لا والله يتمام التبرع والهم مجلوبين مظبوط وبقى الأدوية مظبوطة وما بياخدش حاجة بيبدأ بقى مرحلة التبرع بيبدأ بقى يدخل معانا وبيتسحب منه كمية دم معينة بعد التبرع بقى طبعا بيتعمله تحليل فيروسات ويتطمن على نفسه تحليل فيروسات فيروس A وB وC والأدوية الظهري وكل التحليل دي طبعا بتبقى فور فري المشاركة النهاردة لازم مواجب وطني علينا كل المصريين النهاردة كل الشباب وكل السيدات وكل الرجال النهاردة مفروض ينزل النهاردة يساعد كل الشباب الفلسطيني او شباب غزة لتحت الانقاذ اللي محتاجونه دم جاي النهاردة عشان انا ببرع بالدم عشان يساعد اخواتنا في فلسطين وحاول وصلهم حتى لو جزء صغير من المساعدة وحاول وصلهم بأكبر شكل مكما سعب به اشتركوا في القناة